اشتركوا في القناة جمهورية ده يوفر ايه ده محتاجين ايه ويمكن احنا منكلم عن سلسل تجارية عن مناطق لوجستية بتشتغل على كل حاجة غير الاكل والشور بتفاصيل كتيرة بس خلوني يرحب بضيفي الكريم في السود الدكتور ابراهيم عشميوي رئيس جهاز تنمية اتجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين دكتور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وبيستادة المشاهدين يمكن كنا منكلم عن انه بالفعل تم وضع حجر اساس لمنطقة لوجستية في انا يعني ايه منطقة لوجستية هتشتغل في ايه منطقة خليل بس اقول لحضرتك طبعا في المقدمة اللي حاجة ذكرتيها ان الدولة بتهتم النهاردة برفع كفاءة السوق رفع كفاءة السوق تقتدي ان يكون هناك استثمارات في انشطة تجارية متنوعة ومتعددة زي ما حاجة ذكرتي مناطق لوجستية مراكز تجارية اسواق جملة ونص جملة وانو اتحدثش على الاكل والشرب بس انا مكلم على كافة السلع فوزارة التموين والتجارة معنية بجزئين توفير السلع الاساسية للمستهلك او لجمهور المستهلكين وان يكون لدينا احتياطي امن من السلع يكفي احتياجات المواطن لفترات طويلة العامة هذا الشق الشق الاخر هو رفع كفاءة السوق وزيادة حجم المعروض من سلع عشان ازود المعروض من سلع لازم يكون عندي اتاح لازم يكون عندي منافذ تسوق كثيرة وكبيرة ما هيش فقط في القاهرة انما في كل محافظات الجمهورية كان يؤخذ في الفترة الماضية ان معظم الاستثمارات والافتتاحات بتكون في القاهرة الكبرى وكانت المحافظات محرومة من هذه الانماط التجارية وهذه الاستثمارات الجديد في الامر ان احنا ابتدينا نتوجه الى كافة المحافظات في الجنوب الجنوب مصر وفي شمال مصر وفي دلتا مصر فاصبح عندنا زي ما انا بسميها تنمية مستدامة ان التنمية والاستثمارات ليست قاسرة فقط على تمركز في منطقة معينة كان زمان لو تفتكري حضرتك عندنا مخازن يعني لو انا عندي منفذ بيع لاي منتج بيبقى فيه مخزن مش كده؟ ده في الصادق المخزن النهاردة تطور لحاجة اسمها منطقة لوجستية فالمخازن في العرف والثقافة القديمة تم تحديثها انها تكون منطقة لوجستية منطقة لوجستية هي محوى الربط ما بين المصنع والمستهلك طيب بتلاقي مصنع بينتج منتجات طيب المنتجات دي بتخزن فين؟ كانت في مخازن الجديد اللي احنا قلنا عليه بقت منطقة لوجستية المنطقة اللوجستية دي بقى فيها ايه؟ تصنيع وفرز وتعبئة وتغليف وتسعير وصناعات مغزية اخرى فما بقاش مكان يتحط فيه البضاعة انما بيحصل بروساسنج لهذه البضاعة او لهذه السلعة فمثال عملية كاملة يعني فانتي لو حضرتك مثلا بتجيبي من الفورم او من المزرع طماطم بتاع بيحصل ليه للطماطم ديت لو نقول انطم طماطم ديت بتنتج في محافظة زي محافظة انا كت بتروح على سوق العبور في القاهرة عشان تتفرز وتتعبى وتتعامل صلصة وترجعي تاني تبيعها فين؟ انا في انا فانت كده عملت ايه للسلعة فسحتيها وديتيها من انا للقاهرة ميت ايد في النصر على الطريق حلقات التداون كبيرة الفاقد والهالك كبير تكلفة النقل كبيرة فالمنطقة اللوجستية هي محور ارتكاز وبنية ولبنى اساسية في منظومة التجارة عشان نقدر ان احنا نوفر السلعة بمستويات سعرية مقبولة للمستهلك فالمناطق اللوجستية هي بتعمل اختزال لمراحل تداول السلعة عشان السلعة تصل الى المستهلك اسرع واكفأ وافضل واقل اقل الاختزال او عملية الاختزال في طريق وفي الهالك وفي الايد اللي في النص كمان من تاجر الوسطاء اللي انا سميهمها حلقة الوسطاء تحديدا حلقة الوسطاء بتعمل ايه في السعر بقى؟ دي بتقلل اسعار بنسب بقى كبيرة جدا يعني ديكي مثال برضو وانا بقرب الامثلة للاكل والشرب لان احنا انت عارفة ثقافة وتحب الاكل والشرب دي اقربينة الموز بينتج على رأس الارض في المزرع بجنيه وبعد كده يوصل سعره للمستهلك النهائي بسبعة جنيه تمانية جنيه عشر جنيه في بعض المناطق الرقية بخمستاشر جنيه مش كده؟ طب وهو طلع بكب؟ بجنيه بجنيه شو في بقى السل عادية اتمد لها كام ايد دخل فيها كام وسيط والسعر بتاعها اتضرب في عشرة واثناشر مرة لو انا عملت جنب الحقل او جنب المزرع دي منطقة لوجستية للتخزين ويحصل بقى ان الموز دي يتم فرزه تعبئته تسعيره تغليفه ويصل الى المحيط بتاعه باسعار اقل فاحنا بنتكلم عن 20% 25% انخفاض في السعر النهائي للمنتج بسبب وجود ما يسمى المنطقة اللوجستية تمام؟ الجزء الاخر اللي مكمل المنطقة اللوجستية اسواق الجملة تسعرها لكم مش كده؟ يعني مثلا لما اتكلم مثلا على سوق الجملة في دولة زي فرنسا بس عشان ندي للناس يعني فكرة حنا نتكلم في احجامها دي معمولة على 750 فدان سوق جملة على مساحة 750 فدان تكلفة الاستثمارية 20 مليار يورو بيخش ويطلع كام تركة او كام عربية في السوق في اليوم ما يقرب من 15 الف عربية كل باريس والمدن المحيطة بيها بتاخد احتياجاتها السلعية دي من سوق الجملة تمام؟ فسوق الجملة هو مكمل للمنطقة اللوجستية لما انا اتكلم بقى على حلقات التداول فانتي عندك المنتج وعندك المنطقة اللوجستية وعندك اسواق الجملة وعندك ممكن اسواق جملة للملابس عندك اسواق جملة للاترونيات عندك اسواق جملة بس في هذه المناطق عندك اسواق جملة مثلا لمواد البناء وبعد كده عندك المنافذ في صورة بقى سوبر ماركت او هايبر ماركت وبعد كده عندك المستهل هي متكاملة يا فندم من صناعة لغاية المنفذ بزبط وفي نصف فيه طبعا سوق الجملة عايز اسأل حضرتك طب ده محتاج مساحة قد ايه في كل محافظة واحنا حجر الاساس تحط في اينا احنا بقى اعراحين فين ده السؤال عظيم جدا احنا عملنا ايه؟ عملنا خريطة استثمارية لانشطة التجارة في مصر فانا عارف النهاردة كل محافظة احتياجاتها عايزة ايه؟ عايزة كام سوق وعايزة كام منطقة لوجستية وعايزة كام مركز تجاري وعايزة كام سلسلة بيعية وعايزة كام منفذ بيعي والخريطة دي عملناها بناءا على مجموعة من المعشرات الاقتصادية فدرست كل محافظة من حيث الكثافة السكانية القوى الشرائية متوسط الدخل ومتوسط الانفاق وقدرنا نعرف ان كل محافظة محتاجة ايه؟ بناءا على ما هو قائم وبناءا على ما هو مستهتف وقدرنا نقول ان مثلا محافظة زي انا محتاجة منطقة لوجستية واحدة محافظة زي اسكندرية محتاجة اثنين منطقة لوجستية حسبنا الحزبة في الاخر لان احنا محتاجين اربعة وخمسين منطقة لوجستية على مستوى جمهورية مصر العربية على مستوى السبعة وشرين محافظة انا عايز كم منطقة لوجستية اربعة وخمسين منطقة لوجستية تمام؟ احنا نهاردة فين بقى؟ بعد سنتين من الخريطة الاستثمارية نهاردة بنتكلم على 18 مشروع منهم 11 منطقة لوجستية بالفعل ابتادوا في الشغل ابتادوا الشغل يعني الشهر الجاي انا بتكلم على سبتمبر هنفتتح منطقة لوجستية التجارية في الغربية الشهر اللي وراء هنفتتح منطقة لوجستية في البحية ويبدأوا العمل على طول يا دكتور بياخدوا وقت لاني برضو اقول لها حديك على استثمارات يعني المنطقة لوجستية التجارية اللي في الغربية في طنطة ديت حجم الاستثمارات فيها 7 مليار جنيه المنطقة اللوجستية اللي وضعنا حجر الاساس فيها في انة بنتكلم على حجم استثمارات من 1.5 إلى 2 مليار أنا عايزة أرجع لحدتك دكتور في هذه النقطة هل كلها قطاع خاص ولا قطاع عام وكيفية الاستثمار يعني إزاي أهل البلد يستثمروا في هذه المنطقة ده سؤال عظيم طب بعد فاصل يا دكتور رادسلحلي فاصل قصير وهيكون لنا عودة فضال